سلام عليكم و مرحبا بكم من جديد معايا في قناتي نتمنى ان تكونوا كاملين بخير والاخير ان شاء الله هذه عراضة القوتيك ندرتها لصحاباتي فهو فيديو قديم اعتذر عن التخير وكذلك على الكاليته للتصوار فقدمت هنا ده ميني فينونسية تيغي بالقناش تشوكلاد ده مادلين على الطريقة الفرنسية قطو في الملعجي بكريمة التغميس اللي كي جيلدي ده هو اللي غنشارك معاكم اليوم قدمت كذلك ده ميني بسبوسة باللوز على طريقة قلب اللوز اللي كي يجي ورائعين ما تشبعوش منهم بعد الحلويات المغربية فاكية مع الشكولات وكذلك حريشات ورغيفات مع العفل بالنسبة لمقادير ديال الجنواز نحتاجوا ربعات البيضات كرام ديال بقيق البيضات 120 جرام ديال السكر سنيده وقبسة ديال الخمير بالنسبة للبقية نحتاجوا كريمة 4 ديال بيضات 160 جرام ديال السكر محلقة كبيرة ديال السكر كبيرة ديال السكر نحتاج الكاكا والمر نحضر الجنواز نضع البيضات كاملين نضيف 120 جرام سكر نضيف حجمهم واللون الخلاطي والبيوضة نضيف مراتم نضيف حجم مع قبصة نفس الخلاطي و نضيف مراتم قبصة البيض نضيف مراتم لذلك يحدث الخفة لأنه يريد البارد استعملت سيليكون و ندهنه بالزبدة و نفرغ فيه الخلط الجنواز و ندخله الفرن مصخن مسبقا على 180 درجة من 15 إلى 20 دقيقة نضيف الكريمة لتغميسو نفرغ بيض البيض على صفر و نضيف بيض البيض حتى يكون للمية للثلج نضيف الكريمة و نفرغ بيض وضع الصفر البيض مع السكر ثانيدا و السكر الفاني ونطربهم جيدا نضيف تدريجيا جبنة الماسكاربون حتى نحصله على واحد الكريمة اللي كتكون عقدة كيف مبين ذا بف الفيديو نضيفه البيض البيض على الخليط الثاني ونحركه دائما في نفس الاتجاه باش ما نهرسوش الكريمة حتى نحصله على واحد الكريمة اللي مهوية وخفيفة وفي نفس الوقت كتكون تقيلة كيف مبين ذا بف الفيديو وفي نفس الوقت كيف يبقى الخطيار سوف اختار القهوة لكي تريد طيبة الاصلية لنزل القهوة سوف نضغط كرمات لنزل القهوة ونزل جميلة كوهواء ونزل ونزل لذلك ومن بعد ندخلها لتلاجع الأقل ستتسوية أو من الأحسن ليلة كاملة وهذا هو الشكل النهائي ديال قاتو ديالنا كتزينوه بالكاكا والمر وكتقدموه بصحة والرحة وهذا هو القاتو ديالنا سراحة الجنواز كتجي مسقية ومنسمة والكريمة كذلك كتجي خفيفة وعقدة في نفس الوقت فكان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنى يكون عجبكم ونكون خفيفة على قلوبكم ونقول لكم إلى الملتقى إن شاء الله مع فيديو جديد